في هذه الحلقة سأجيب على سؤال يرتبط بزيارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها فاطمة أم الحسن والحسين في ألفاظ زيارتها وردت هذه الكلمة بل هي جملة يمكننا أن نعبر عنها من أنها جملة صدقناك هناك من قرأها صدقناك السؤال القراءة الصحيحة هل هي صدقناك أم صدقناك هذه حكاية في البداية سأقرأ الزيارة الشريفة وبعد ذلك سأدخل في الحكاية إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان يا ممتحنة يا ممتحنة إنها زيارة الصديقة الكبرى يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه هي الزيارة المقصودة نص وجيدا مضغوط لغة وألفاظ ومعنى ومضامي هكذا أقرأها دائما ولست أنا وحدي الذي يقرأها هكذا الشيعة بشكل عام يقرؤونها هكذا فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسني والحسين انتشر فيديو على الشبكة العنكبوتية الفيديو يشتمل على قراءة لهذه العبارة لهذه الجملة كما قرأتها الآن إن كنا صدقناك ويجتمل أيضا على حديث ل صباح شبر السيد صباح شبر يتحدث ويقول من أن القراءة الصحيحة أن نقرأها صدقناك هذا الفيديو هذا الفيديو في أصله إنتاج شرازي أتحدث عن أتباعي صادق الشرازي الفيديو الفيديو في أصله انتاج شرازي وهو انتاج غبي سيتضح لكم غباؤهم الغباء الغباء الشرازي واجتمع معه الغباء السيستاني السيستانيون أخذوا هذا الفيديو اقتطعوا جزءا منه من بدايته وبعد ذلك نشروا ما نشروا والذي صار سببا للعديد من الرسائل والأسئلة التي وصلتني أنا لست مهتما بالموضوع الشرازيون دائما ينتجون فيديو بحسب غبائهم بحسب الغباء الشرازي وأنا لا أعبأ لا بشرازيين ولا بغبائهم المقرف دائما ينتجون من هذه الفيديوات إنها مبنية على التقطيع السيء مبنية على التحريف مبنية على الخبث والدجل والكذب وهذا هو شأنهم ما هم أتباع مرجعية طوسية المرجعيات أو الطوسية هذا هو شأنها شأنها الكذب والتحريف والدجل والإفتراء بالنسبة لي هذا الأمر ليس مهم دخل السيستانيون على الخط ونشروا الفيديو أكثر مما كان قد نشره الشرازيون مما أثار أسئلة وصلت إلي وجعلتني مضطرا أن أجيب على تلك الأسئلة والتي جمعتها في سؤال واحد القراءة الصحيحة صدقناك أم صدقناك وهذا ما سأقوم به في هذه الحلقة إذن صار واضحا لديكم الفيديو أساسا شيرازي أتحدث عن أتباع صادق الشيرازي ودخل السيستانيون على الخط بغبائهم أيضا قطعا كل ذلك بمراجعة محمد رضا السيستاني إنه المرجع الأعلم من بعد أبيه أتباعه يقولون للناس من أن محمد رضا السيستاني أعلم من أبيه وهذا بوصية منه غبي هذا الرجل إنه يصف أباه بالفسق والفجور فإذا كان محمد رضا السيستاني فعلا أعلم من أبيه قطعا أبوه يعلم بذلك فلماذا لا يقدمه للناس على أنه الأعلم هذا يعني أن مرجعية السيستاني باطلة بحسب مبانيهم بحسب المباني التي يتبنىها السيستاني ويتبنىها ولده أيضا محمد رضا من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم هذه العوبة ولكن هم هكذا يقولون هكذا يدعون من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم فإذا كان محمد رضا السيستاني هو الأعلم هذا يعني أن السيستاني الأب لابد أن يتنحى كي يعطي المجال لولده الذي هو الأعلم وإلا فإن مرجعية السيستاني ستكون باطلة وسيكون الرجل فاسقا فاجرا وكأن زياد ابن مفرغ الحميري الذي يخاطب معاوية بخصوص أبيه أبي سفيان كأنه يخاطب محمد رضا السيستاني فالحميري كان يقول لمعاوية في قضية زياد ابن أبيه أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني فاعلم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني محمد رضا لأجل أن يمحد لمرجعيته إنه يحذي ولا يعلم ماذا يقول يا أبا حسن إنك حينما تقول من أنك أعلم من أبيك قطعا هذا الكلام يكون همسا عبر وكلائه الذين عينهم من الآن يكون همسا لا بصوت عالي لكن الكلام وصل إلى الكثيرين أنت حينما تقول من أنك أعلم من أبيك إنك تجعل أباك فاسقا فاجرا وتجعل مرجعيته باطلا أليست هذه مباني أبيك ومبانيك من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم قطعا السستان سيكون عالما من أن ولده أعلم منه فكيف يبقى في مكانه ولا يفسح المجال لولده الأعلم أنا لا شأن لي بكم ولا بمرجعيتكم ولا بأعلميتكم ولا بكل هرائكم وضلالكم هذا لكنني أريد أن أحدثك عن شيء من الغباء السيستاني محمد رضا اطلع على الفيديو وأعجبه كلام صباح شبار أنا ما هندي من مشكلة مع صباح شبار الرجل قال كلامه هذا وفقا لما يعتقد وقاله قبل سنين ولم يكن موجها ضدي أبدا الرجل قال كلامه في درس من دروسه في برنامج من برامجه التي يعرض فيها المسائل الفقهية كان يتحدث عن أحكام اللقطة وتحدث عن هذا الموضوع ضمن حديثه عن أحكام اللقطة الفيديو مرفوع على الإنترنت سنة 2012 حكايته قديمة فأخذه الشرازيون وصنعوا هذا الفيديو الذي وضعوه على الشبكة العنكبوتية ومثل ما قلت لكم الشرازيون من أتباع صادق الشرازي طالما ينتجون مثل هذه الفيديوهات الغبية التي تعكس الغباء الشرازية المقرف بشكل واضح دخل الغباء السيستاني عبر محمد رضا السيستاني لأنه حينما سمع كلام صباح شبر اقتنع به ووجده صحيحا فأمرهم بنشر هذا الفيديو فنشر السيستانيون هذا الفيديو فاجتمع الغباء السيستاني القبيح مع الغباء الشرازي المقرف اجتمع الغباء واستند هؤلاء الأغبياء إلى ما تحدث به صباح شبه أنا ما عندي من مشكلة مع صباح شبه الرجل طرح ما يعتقد به في درس من دروسه في برنامج من برامجه أنا لا شأن لي به لكنني مضطر لمناقشة كلامه لأنهم حشروا كلامه في هذا الفيديو مما أثار الأسئلة عند كثيرين ووجهوا أسئلتهم إلي لا أستطيع أن أجيب إلا أن أتناول كلام صباح شبر لابد أن أفككه وهذا ما سأقوم به في البداية سأعرض لكم حديث صباح شبار من النسخة الأصلية لحديثه لدرسه لبرنامجه رجاء اعرضوا لنا الفيديو أتمنى أتمنى على المشاهد أن يدققوا النظر في كلامه لأن الفيديو ليس قصيرا حتى أتمكن من إعادته ومع ذلك إذا وجدت ضرورة لإعادة بث الفيديو أثناء الحلقة إذا اقتضى تسلسل الكلام ذلك سأقوم به لكنني أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه رجاء اعرضوا لنا الفيديو هناك زيارة للسيدة الزهراء عليها السلام زيارة مروية هذه المختصرة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة هذه مروية رواية عن المعصوم عليه السلام أنه تزورها عليه السلام بهذه الزيارة زين فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه عليه السلام لهنا ماشي فإنا نسألك إن كنا الأكثرية الساحقة يقروها صدقناك شدة هي المكتوبة شدة أي مكان تفتحو تلقون الشدة في حين هي الظاهر مو صحيح الشدة إن كنا صدقناك صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما شنو الفرق بين صدقه وصدقه أكو واحد يجي يخبركم بخبر يقول فلان شغلة صارت أنتو تقولوله كلامك صحيح يقولون صدقه يعني قل لحد شيك صحيح مرة واحد هو يحتي كلام صحيح تقول للطرف الآخر أصدقني تكلم كلام صدق فإذا تكلم كلام صدق نقول صدقه القول يعني قال له الصدق شوفوا الفرق صدق يعني صدقه ذاك يتكلم أنا أصدقه صدقني القول يعني قال لي صدق تكلم صدق بالقرآن الكريم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق مو لقد صدق الله رسوله مو الرسول قال شيل الله عز وجل والله صدقه لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق يعني ما قاله له ما أخبره به نفذه صدق فيه كذلك عكسها أدنى كذبة وأدنى كذبة كذبة إذا واحد حتى شيء الشخص قل له كلام هذا يقول له لا أنت تشذب يقولون كذبه إذا واحد حتى كلام كذب هذا يقولون كذبه يعني قعد يكذب على الطرف الآخر وقعد الذين آية بالقرآن وقعد الذين كذبوا الله ورسوله مو كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله يعني حتىوا كلام غير صحيح ما نفذوا الشيء اللي قالوه مثلا قالوا وما فعلوا هنا الزيارة اللي يناسبها وزعمنا لك وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون إحنا قعد هالشكل نزعم وصابرون لكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه عليه السلام إحنا قعد نقول هالشكل فإنا نسألك يا فاطمة عليه السلام إن كنا صدقناك إذا قعد نحتي صحيح ما قعد نشذب قعد نقول كلام صحيح نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما بس من نقول صدقناك ما تتوالم وإي الكلام اللي قبلها الكلام اللي قبلها ما يتلعم إحنا قعد نخبر يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا أنت قلتين كلام وإحنا صدقناك إحنا قعد نقول قعد نقول إحنا لكم أولياء مصدقون صابرون فإحنا نسألك إن كنا صدقناك إذا قعد نحتي عدل ما قعد نشذب إلا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك بس هي بها شدة مكتوب عليها شدة وعادة الأغلبية الساحقة يقروها صدقناك الصحيح صدقناك إذا نحن 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 باللقطة سن بعيد على الفتحة والكسرة لكن هذه أشياء مفيدة يعني إن شاء الله فيها فايدة آيتان شوي نصححهم الزيارة شوي تنضبط المهم نرجع للوقات أتمنى أنكم دققتم النظر فيما قاله صباح شبر الرجل هكذا يعتقد الرجل هكذا يفهم وهو فهم خاطئ بدرجة مئة بالمئة سأبين لكم لكن عليكم أن تصبروا علي لأنني أريد أن أفصل لكم الموضوع تفصيلا قبل أن أدخل في التفاصيل أعرض لكم فيديو آخر في نفس سلة صباح شبر رجاء أعرض لنا فيديو زهير أديهي ورد في زيارة الزهراء سلام الله عليها فإنا نسألك إن كنا صدقناك طبعا بعض المؤمنين يقرؤونها إن كنا صدقناك ولعله كثير من كتب الأدعية بالشدة أيضا صدقناك نقرأها في مساجدنا فيما آتمنا صدقناك أحد العلماء يقول لا مهدى الصحية يقول إن كنا صدقناك وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون لكل ما جاء به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه صلى الله عليه وآله فإنا نسألك إن كنا صدقناك إذ إحنا صادقين في الإدعاء أن إحنا لك أتباع وشيعة وزعمنا أن لك أولياء أتباع وشيعة إلا ما ألحقتنا بتصديقنا تستقيم العبارة بهذه الكيفية يمكن بعض العلماء ناظر مغافل عن المسألة ولكن ناظر إلى شنو ناظر إلى مسألة إننا أكثر ما نبلغ وأننا نصدق بما جاء به الرسول لكن ليس مستوى صدقية في علاقتنا بالله وبأهل البيت يمكن توجه لكن بحسب الظهر ما يقوله هذا العالم هو الصحيح والأصح أنه إن كنا صدقناك فيما نقول وندعي وزعمنا أن لك أولياء فإذا إحنا صادقين فيما نقول إلا ما ألحقتنا بتصديقنا لأن أكو فرق بين صدق وصدق وكذب وكذب يجي واحد وقل لنا خبر أنا أصدق غيري كذبة هذا معنا تنصدق لما نصدق لكن صدقته أو كذبته بالعكس أنا صرت صادق ويا لولا مرة هو يقول شيء أنا صدق لولا ومرة لا أنا صدقته في كلامي أنا صادق ويا أو كذبته والعياذ بالله ما صرت صادق ويا غير كذبة كذبة يعني قلت لك كلامك ليس صحيح لكن كذبته كذبته أنا ما صرت صادق ويا فإذا إحنا صدق صادقين وياك يا فاطمة إلا ما ما أحوجنا إلى حقيقة الاتباع يعني نشوف كثير من الأمور بعض المؤمنين يقول أنا أحتاج بدل ما أروح قرد يحتاج ألفين دينار لما يروح قرد يستدي من بعض المؤمنين ولو هذا جزء وده جزء وبعدين يرجع ليش اليوم أكثر الناس ما يؤمنون بعضهم لأن شحت الأمانة وشحت الصدق يقولك أنا أسلف فلاه وفلاه 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 ما أحد يرجع لي خلاص بعد عطيته وانسى القضية كلها إذا من العشرين واحد رجع اثنين والبقية ما يرجعون لذلك الصدق في العلاقة مع أهل البيت ليس بالإدعاء مو مسألة قلقلة لسان وإنما ما إحنا معصومين لكن بصفة عامة في أمور أساسية السرقة تتنافى معه الاتباع على أهل البيت الخيانة تتنافى نعم أنا معصوم يمكن أغلط هنا أو هناك عصبية في الرأي الرأي مثلا معين يمكن لكن أن أخون أو أن أغدر أو أن أمكر أو أن أفجر لا ما يليق بالاتباع باتباع أهل البيت سلامه وأفرق بين مسألتين مرة إنسان متسلف معنج إنسان ومر بظروف ما كان يكذبوا إياه والرجل مر بظروف هذه مسألة لها مراعاة أنا أتكلم عن قضية قدر أنا أقدر أرجع وما أرجع إهني جتنافى مع الصدق وزعمنا أن لك أولياء ومتبعون لكل ما جاء به أبوك ووصيه صلى الله عليه فإنا نسألك إن كنا صدقناك فيما نقول وندعي إلا ما ألحقتنا بتصديقنا ليش لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك سلام الله عليك يا فاطمة وعلى أبيك وبعلك وبنيك صلوا على محمد وآل محمد قطعان الهراء في كلام الشيخ أكثر من الهراء في كلام صباح شبار في البداية لا بد أن نعرف من أن صباح شبار بنى كلامه على فهمه للزيارة وهذا واضح من كلامه هو يفهم الزيارة على أنها حوار بين مخبر وآخر يستمع إلى هذا الإخبار الخبر الخبر يوصف بالصدق ويوصف بالكذب الرجل هكذا يفهم الزيارة وهذا واضح من كلامه هذا نص كلامه مطبوع بين يدي إحنا قاعد نقول هالشكل فإن نسألك يا فاطمة عليها السلام إن كنا صدقناك إذا قاعد نحكي صحيح ما قاعد نتشذ قاعد نقول كلام صحيح نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بس من نقول صدقناك ما تتوالم وي الكلام اللي قبلها الكلام اللي قبلها ما يتلائم إحنا قاعد نخبر هو هكذا يقول إحنا قاعد نخبر فالزيارة هي إخبار من الزائر للمزور وهنا فإن المزور سيرى صدق هذا الخبر أو كذبه صدقناك أي أخبرناك خبرا صادقا هكذا يفهم الزيارة هو حر هو حر يريد أن يفهم الزيارة بهذه الطريقة هو حر لكنه يقول كلاما مخالفا لمنهج العترة الطاهرة إحنا قاعد نخبر يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا أنت قلتين كلام أو إحنا صدقناش هو يفهم الزيارة هكذا وكأن الزيارة حوار بين الزائر والمزور إحنا قاعد نخبر يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا أنت قلتين كلام وإحنا صدقناش إحنا قاعد نقول قاعد نقول إحنا لكم أولياء مصدقون صابرون فإحنا نسألك إن كنا صدقناك إذا قاعد نحتي عدل ما قاعد نشذب إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قط طهرنا بولايتك هذا هو فهمه للزيارة من أن الزيارة إخبار من قبل الزائر إلى المزور وحينئذ من حق الزائر أن يقول صدقناك لأنه يخبرها فإنا نسألك إن كنا صدقناك لكن الزيارة في فقه محمد وأهل محمد ما هي بمحاورة مخبر لجهة يخبرها الزيارة عقد الزيارة عهد الزيارة بيعة ما هي بإخبار الزائر يعاقد المزور المزور إما أن يقبل وإما أن يرفض لا أن يصف كلام الزائر بالصدق أو بالكذب هذا الفهم فهم خرطي للزيارة صباح شبار زهير أديه والبقية السيستانيون بذكائهم العظيم والشيراسيون بنبوغهم الهائل يريدون أن يفهموا الزيارة بهذه الطريقة هم أحرار لكنهم يخالفون فقه العترة الطاهرة أقرأ عليكم حديثا على سبيل الأنموذج إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات من أهم كتبنا في أحكام الزيارات الشريفة كامل الزيارات لابني قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران الباب الثالث والأربعون بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة واحد وثلاث من الباب الثالث والأربعين إنه الحديث الثاني بسنده بسند ابن قولوي عن عن الوشاء من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله عليه عن الوشاء قال سمعت الرضا يقول إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وزيارة هكذا تقول وزعمنا أن لك أولياء إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبوره فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا تصديقا إنه يصدق يصدق الإمام يصدق الزهراء فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا صدقناك وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة هذا هو المضمون الحقيقي للزيارة الزيارة عهد الزيارة عقد المزور إما أن يقبل العهد وأن يقبل العاقد وأن يقبل البيعة وإما أن يرفض فالزيارة ما هي بإخبار حتى يوصف هذا الإخبار من أنه صادق أو أنه كاذب الرجل يفهم الزيارة على أنها إخبار من الزائر للمزور الزيارة ليست كذلك الزيارة عهد وعقد وبيعة فأساس فهمه هو أساس مخالف لفقه العترة الطاهرة أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم إمامنا الرضا يقول إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد ليس كلاما الوفاء بالعهد يكون عقيدة في القلب وعملا ما هو الإيمان هكذا عقد في الجناء وإقرار باللساء إقرار وليس إخبار عقد في الجناء وإقرار باللساء هذا الإقرار إما أن يقبله المزور وإما أن يرفضه فما هو بخبر يوصف بالصدق أو بالكذب وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا جاءهم مصدقا صدقناك وليس صادقا لأنه ليس مخبرا إنه يتحدث عن عقيدة العقيدة تحتاج إلى تصديق تحتاج إلى إذعان والزيارة عقيدة ما هي بإخبار يمكن للإنسان أن يخبر عن عقيدته ولكن ليس في الزيارة في مقام آخر الزيارة عقد وعهد وبيعة وتجديد عهد ماذا تقرؤون في دعاء الوداعي حينما تودعون الأئمة في زيارتكم هذا دعاء الوداع أو الوداع الذي يقرأ بعد الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء حينما تقولون هكذا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ هل هو عود لإخبار المزور أم هو عود لتجديد العهد والعقد والبيعة ماذا تفهمون أنتم من الزيارة هل تفهمونها كما يفهمها صباح شبار بهذا الفهم الساذج بهذا الفهم السطحي من أن الأمر إخبار من الزائر للمزور فهل يصدق هذا الكلام على هذا المضمون وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ مَا أَبْغَانِي رَبِّي بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَإِيمَانٍ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ صَادِقٍ بنيةٍ صادقة وَإِيمَانٍ وَتَقْوَى وَإِخْبَاتٍ هذه المضامين تتحدث عن العقيدة أن تعود إلى زيارة الإمام وأنت على هذا الحال لأنك ستجدد عهداً لأنك ستبايع بيعةً وتؤكدها لأنك ستعقد عقداً ما أنت بحامل للأخبار كي يصدقها المزور أو يكذبها وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ ما أبغاني ربي بنيةٍ صادقة وَإِيمَانٍ وَتَقْوَى وَإِخْبَاتٍ إلى آخر الدعاء الشريف أعتقد أن المضمونة صار واضحاً وواضحاً جداً فالزيارة عهد وعقد ومهي بمحاورة للأخبار حتى توصف الأخبار بالصدق وبالكذب هو هكذا يقول إحنا قاعد نخبر يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا أنت قلتين كلام وإحنا صدقناه هذا فهم سوقي للزيارة هذا فهم لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة وكأنه ذاهب لزيارة جدته لزيارة جارته لزيارة أقربائه منطق الزيارة في فقه العترة ليس هذا إنه الذي أشرت إليه بالإجمال ومع ذلك فإن الرجل في سياق حديثه جاء بآيتين يخيل للسامع أن الآيتين لهم علاقة بالموضوع الآيتين لا علاقة لهما بموضوع الزيارة لا من قريب ولا من بعيد وهو فسر الآيتين بشكل خاطئ فسر الآيتين سأثبت لكم ذلك سأبين لكم ذلك الآية الأولى جاء بهذه الآية لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق مو لقد صدق الله رسوله مو الرسول قال شيل الله عز وجل أو الله صدقه لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق يعني ما قاله له ما أخبره به نفذه صدق فيه هذا هراء في فهم الآية الآية لم تتحدث عن إخبار ولم تتحدث ولم تتحدث عن صدق في القول الآية تحدثت عن صدق في الفعل إننا حين نتحدث عن الله لا نصف صدقه في الآيات من أنه قولي صدق الله صدق الله صدق الله نحن في مرحلة التأويل في مرحلة التمزيل الأعراب كانوا يفهمون صدق الله من أنه قولي في مرحلة التأويل فإن صدق الله فعلي وسأقرأ عليكم الآية من الكتاب الكريم هذه الآية هي السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة الفتح سأقرأ عليكم الآية لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق صدقه فعلا بالفعل وليس بالقول هذا وصف لفعل الله هو فهم الزيارة من أنها إخبارات من أنها أقوال هكذا فهم الزيارة وجاء بالآية ففسرها بصدق القول الآية تتحدث عن صدق الفعل وليس عن صدق القول لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق تعالوا نستمر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله هل يوصف هذا القيد بالصدق أو بالكذب ماذا تقولون أنتم هذه الآية تتحدث عن صدق الفعل وإن شاء الله هذا القيد يشير إلى قانون البداء مثل ما قدر لموسى في ميقاته ثلاثين يوما وبعد ذلك بحسب قانون البداء تغيرت الثلاثون إلى أربعين فهذا القيد لا يأتي في الإخبارات القولية خصوصا ونحن نتحدث عن الله الكلام ليس عني ولا عنكم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إلى آخر الآية الآية هنا في الصدق الفعلي مثل ما يقول لنا أئمتنا في عقيدة الإرادة في صفة الإرادة من أن إرادة الله فعله لا كما يقول مراجع النجف وكربلا أئمتنا حينما تحدثوا عن صفة الإرادة قالوا من أنها صفة فعلية يعني أن إرادته فعله مراجع النجف وكربلا محمد محمد الشراز مثلا في رسالته العملية صادق الشراز مثلا في رسالته العملية بشير النجف مثلا محمد باقر الصدر البقية أتحدث عن جميع المراجع في كتبهم أثبتوا أن الإرادة صفة ذاتية أئمتنا يقولون من أن الذي يعتقد من أن الإرادة صفة ذاتية ليس بموحد يعني إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا محمد الشراز بحسب هذه الفتوى إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا بحسب عقيدته صادق الشراز كذلك بقية المراجع رسائلهم العملية موجودة كتبهم العقائدية كذلك كتب الحوزة في تدريس العقيدة شرح التجريد للعلامة الحلي يصرح مع المعتزلة من أن الإرادة صفة ذاتية هذه العقائد عقائد الكفر والشرك عند الأئمة أقرأ عليكم هذا كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 329 الباب الخامس والخمسون باب المشيئة والإرادة الحديث الخامس بسنده عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال قال الرضا صلوات الله عليه المشيئة والإرادة من صفات الأفعال يعني أن إرادته فعله فلا يوجد فاصل بين الإرادة والفعل إرادته فعله صدقه فعله إذا أردنا أن نصف كلام الله بالصدق فسيأتي المعنى بنحو مجازية صدق الله في القرآن فعله هذا موضوع عميق هؤلاء أصحاب العمائم لا يفقون هذه الحقائق هذا كتاب شرح التجريد الذي يعتبر أعلى كتاب في دراسة العقائد بني على الكفر والشرك لأنهم يدرسون فيه الإرادة على أنها صفة ذاتية وكذلك شرح الباب الحادي عشر الأمر هو هو وكذلك عقائد الإمامية للمظفار وسائر كتب العقائد عند مراجع النجف وكربلا عود إلى الرسالة العملية لمحمد الشرازي إنه يصرح بأن الإرادة صفة ذاتية إمامنا الرضا ماذا يقول فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا يعني صفة ذاتية فليس بمواحد مراجعكم بحسب فتوى الإمام الرضا إما أن يكون كافرين أو مشركين هذا حديث الرضا ما هو حديثي وهذا حديث صحيح بدرجة مئة بالمئة برغم آنافهم القذرة مراجع النجف وكربلا بحسب الرواية هذه وبحسب ما أثبت في كتبهم وكذلك الذين يقلدونهم فإنهم يقلدونهم في هذه العقائد التي أثبتها محمد الشرازي في مقدمة رسالته العملية وأثبتها أيضا صادق الشرازي في مقدمة رسالته العملية وأثبتها بشير النجف أيضا في مقدمة رسالته العملية وأثبتها البقية في كتبه الجميع الخوئي كذلك السستاني كذلك محمد باقر الصدر كذلك الجميع على هذه العقيدة من أن الإرادة صفة ذاتية من هنا دائما أقدم نصيحتي ألا تلقن موتاكم بدعاء العديلة دعاء العديلة ما هو بدعاء مروي عن أئمتنا هذا الدعاء كتبه أحد مراجع المدرسة الأصولية وكتبه وفقا لهذا الاعتقاد من أن الإرادة صفة ذاتية وعند آل محمد الذي يعتقد أن الإرادة صفة ذاتية إما أن يكون كافرا أو مشركا أحاديث أهل البيت كلها تقول بذلك أنا جئتكم هنا بنموذج من الأحاديث هذه المسألة قد تناولتها في برامج السابقة وتحدثت عنها بشكل مفصل عودوا إليها إذا أردتم أن تعرف الحقيقة كاملة هذا كلام إمامنا الرضا المشية والإرادة من صفات الأفعال يعني أن إرادته فعله فإذا أراد فعل لا يوجد هناك فاصل بين الإرادة والفعل الذين يقولون من أن الإرادة ذاتية هناك فاصل بين الإرادة والفعل لأن الفعل سيكون متأخرا عن الإرادة الذاتية بينما في منهج أهل البيت الإرادة والفعل في المرتبة نفسها إذا أراد فعل إرادته فعله وهذا هو الذي يقوله إمامنا الرضا المشية والإرادة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فمن زعم فمن زعم فمن اعتقد ماذا نقرأ في زيارتها وزعم نا واعتقد نا فهم وزعم نا قلنا زعم لا تأتي بمعنى قلنا وزعم نا واعتقد نا فمن وإما أن تقرأ عندهم دعاء صنمي قريش أن تقرأ عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة أن تقرأ عندهم زيارة آل ياسين أن تقرأ عندهم زيارة عاشوراء لا أن تقرأ دعاء الضلال هذا عند موتاكم حسن هو الميت كان طايع حظة عقيدة طايع حظة دينة طايع حظة مخف دينة منها السرابيت من سرابيت النجف وكربلة لحقين للموت تركوا خلي ولي خلي ولي بهذه العقيدة اللي عنده لحقين بعقائد الضلال اشتردون من الميت لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق هذا صدق فعلي وليس قولي وهذا ينسجم مع ما أقوله أنا في قراءتي للزيارة وفي فهمي لمضمونها أنا لا أريد أن أتناول كل التفاصيل لكن صباح شبار هو الذي جاء بهذه الآية كي يستدل بها على صدق كلامه الآية لا علاقة لها بمضمون الزيارة الآية لا تتحدث عن صدق قولي تتحدث عن صدق فعلي والقرينة واضحة إن شاء الله لأنني حين أذكر شيئا وأقول إن شاء الله هذا لا يصف بالصدق ولا يصف بالكذ المقابل يقول لماذا إن شاء الله أيضا فإذا كان الكلام من الله فإن هذه الجملة إن شاء الله تشير إلى قانون البدا من أن قانون البداء موجود فاعل متحرك في واقع الحياة لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخر الآية الكريمة هذا اللحن وهذا الأسلوب واضح في كل آيات الكتاب الكريم على سبيل المثال جاء في سورة الأحزاب في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وما بعدها ولما رأى المؤمنون الأحزاب رأوا الأحزاب بأم أعينهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا صدق فعلي وليس قولي وليس قولي ليس قوليا الآية التي بعدها من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه صدقوا فعليا وليس في الكلام من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أفعال هذه ومنهم من ينتظر والانتظار فعل وما بدلوا تبديلا ما بدلوا تبديلا إنهم ثابتون على أفعالهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم بعملهم بفعلهم ما هي الآيات واضحة حينما يكون الحديث عن صدق الله وفي هذا الجو فإن الصدق صدق فعلي وليس قوليا يوصف تارة بالصدق وأخرى بالكذر هذه ما هي إخبارات نحن نتحدث عن مرحلة التأويل رسول الله قال لعلي ستقاتلهم على التأويل هذا هو التأويل التأويل حينما يكون التفسير بحسب بيعة الغدير بحسب منهج علي وآل علي إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية الثانية والخمسين بعد المئة بعد البسملة وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ كيف؟ إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم تقتلونهم تستأصلونهم تنتصرون عليهم عمليا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم تقتلونهم تتغلبون عليهم فهذا صدق فعلي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه هو جاء بالآية من سورة الفتح وهي صريحة في الصدق الفعلي مثلما هذه الآيات إذا ذهبت بكم إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد البسملة ثم صدقناهم الوعد الحديث عن الأنبياء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم إنه صدق فعلي ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين هذا فعل الآيات حين تتحدث عن صدق الله سبحانه وتعالى إنها تتحدث عن فعله أنا كلامي يوصف تارة بالصدق وأخرى بالكذب سبحانه وتعالى في جو الإيمان نحن لسنا كافرين ولسنا مشككين ولسنا نواصب ولسنا في مقام الجدل حتى نقول من أن كلام الله قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا نحن في جو الإيمان في جو العترة الطاهرة هذا الاحتمال من أننا نصف كلام الله ووعد الله بالكذب لا وجود له لا وجود له وحينئذ فما معنى وصف الله بالصدق إنه وصف بالصدق الفعلي مثل ما نقول الله مريد يتصف بصفة الإرادة فإنه فاعل المريد هو الفاعل إرادته فعله بحسب عقيدة العترة الطاهرة لا بحسب عقيدة البتريين من مراجع النجف وكربلة تلك عقيدة الضلال إمامنا الرضا يقول من أن الذي يتمسك بها ليس بموحيد كل أحاديث أهل البيت تقول هكذا عودوا إلى الكافي في باب التوحيد وعودوا إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدق وعودوا إلى كل جوامعنا الحديثية التي تناولت صفة الإرادة عند الله إنها صفة فعلية لا كما يقول مراجع النجف وكربلة من أنها صفة ذاتية الذي يعتقد بهذا المعتقد ليس بموحيد هكذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مشكلتنا مع أصحاب العمائم من أنهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة يأتوننا بقذارات الشوافع والأشاعرة والمعتزلة ويقولون لنا هذا هو دين العترة أعود إلى الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنبياء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين كل الآيات تتحدث عن الصدق الفعلي وخصوصا ما جاء في الآية التي استدل بها استشهد بها حيث جاء قيد إن شاء الله قيد إن شاء الله ينفي مطلقا أن نصف الكلام بالصدق أو بالكذب الآية الثانية التي جاء بها أيضا لا علاقة لها بموضوع الزيارة لا من قريب ولا من بعيد وفسرها بشكل خاطئ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله مو كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله يعني حشوا كلام غير صحيح ما نفذوا الشيء اللي قالوا مثلا وحق الحسين في القرآن لم يرد هذا المعنى سأقرأ عليكم الآية من سورة التوبة الآية هي الآية التسعون من سورة التوبة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم هذه هي الآية التي جاء بها صباح شبار وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ماذا قال هو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله مو كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله يعني حشوا كلام غير صحيح ما نفذوا الشيء اللي قالوه مثلا أين هذا موجود في الآية وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إذا رجعنا إلى الآيات التي قبلها كي نعرف أصل الموضوع إذا ذهبنا إلى الآية الحادية والثمانين وما بعدها أتمنى أن تنصتوا إلى الآيات ستجدون من أنهم كذبوا فعليا ولهز قوليا لا كما يقول هو فرح المخلفون بمقعدهم فرحوا بمقعدهم إنها عملية فعلية ليس هناك من قول هم ما قالوا شيئا لرسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج إنهم يطلبون الخروج مع رسول الله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين عملية فعلية أساسا رسول الله هو الذي قال لهم اقعدوا لأنكم قد فعلتم ما فعلتم أقرأوا الآيات عليكم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة هذا فعل وليس قول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نستمر في قراءة الآيات ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعد فعل ما كذبوا على رسول الله إنهم طلبوا بألسنتهم كي يفعل القعود فأين هذا الكلام الذي كان إخبارا يمكننا أن نصفه بالكذب أو بالصدق وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف القاعدون يعني رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إلى أن تأتي الآية التسعون في هذا السياق وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هذه الآية تتحدث عن الآيات من الحادية والثمانين إلى السابعة والثمانين من سورة التوبة فليس هناك من شيء أخبروا به أو تحدثوا عنه مثل ما يقول صباح شبار وقعد الذين كذبوا الله ورسوله مو كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله يعني حشوا كلام غير صحيح ما نفذوا الشيء اللي قاله مثلا هم يطلبون القعود هم ما قالوا نحن لا نقعد ونجاهد هم يطلبون القعود وبعد ذلك رسول الله أساسا هو أمرهم بالقعود بعد أن رضوا بالقعود أول مرة فمتى كذبوا على رسول الله كذبوا بالفعل أفعاله ما كذبوا باللسان مشكلة صباح شبار هذا الفهم السطحي السادس ما هي مشكلته لوحده هذه مشكلة أصحاب العمائم يفهمون الأشياء بالمقلوب لماذا عقولهم مستدبرة عقول مستدبرة لأنها أنشئت على أساس مفردات شيطانية أقرأ عليكم هذا الحديث من الكافي الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران كتاب العقل والجهل صفحة 28 الحديث الثالث أحد أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه يسأله ما العقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال قلت فالذي كان في معاوية فقال تلك النكراء تلك الشيطن وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل هؤلاء يفكرون بالقوة النكراء لأنهم لم تنشأ عقولهم على مفردات ثقافة العترة الحقيقية ولذا يفهمون الأمور بالمقلوب هذه ظاهرة عامة عند الجميع هو هكذا فهم صباح شبار فهم الزيارة على أنها محاورة إخبار فيما بين الزائر والمزور الزيارة ليست كذلك هكذا تحدث بهذا اللسان السوقي هذا فهم سوقي سطحي ساذج متخلف لمعنى الزيارة نحن قاعد نخبر يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا أنت قلتيننا كلام وإحنا صدقناش أدري هو حوار مسرحية إحنا قاعد نقول قاعد نقول إحنا لكم أولياء مصدقون صابرون فإحنا نسألك إن كنا صدقناك إذا قاعد نحتي عدل ما قاعد نشذب إلا الحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا فهم سطحي وفهم ساذج وخاطئ إلى أبعد الحدود ما هكذا تقرأ نصوص الزيارات إنكم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر صار واضحا لديكم من أن صباح شبر بنى فكرته بنى معتقده هذا على أن الزيارة حوار إخباري أخباري القراءتان صعيعتان بنى فكرته على هذا الأساس على أن الكلام الذي جاء في هذا النص المضغوط وهو نص عقائدي مضغوط على أن الكلام حوار فيما بين الزائر والمزور على سبيل الإخبار ومن هنا فإنه يوصف بالصدق وبالكذب الزيارة ليست كذلك مثل ما بيّنت لكم وحينما جاء بالآيات جاء بالآيات مبتورة من دون أن يعيدها إلى أصلها وفسرها بحسب رأيه ومن فسر القرآن برأيه فقد خرج من الدين هذه أحكام العترة الطاهرة ما هي أحكامي القرآن مادة ليس للعبث وإنما للتفسير بحسب منهج علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير ومع ذلك فإنني ما تعمقت كثيرا في التفسير وإنما مررت مرورا عابرا على الآيات لضيق الوقت فلا المبنى الذي تبناه في فهم الزيارة موافق للعترة ولا تفسير الآيات موافق للعترة ولا أن خلاص التي وصل إليها جعل زيارة هكذا من أن زائر يتحدث بهذه السذاجة وبهذا الإسلوب السوقي مع صديقة الكبرى هذه هي الخلاصة التي وصل إليها صباح شبار وطبل لها الشرازيون الأغبياء وتابعهم في غبائهم السيستانيون الأغبياء بأهوامر من محمد رضاء السيستاني هذا ما يرتبط بكلامه هذا ما يرتبط بحديثه وأنا عرضت لكم النسخة الأصل من كلامه وقرأتها عليكم من نسخة مطبوعة حتى أكون دقيقا فيما أقول وعرضت لكم أيضا ممن يطبل لكلامه من أصحاب العمائم لقد أنصفت في عرض معلوماته وأنصفت أيضا في عرض معلوماتي بخصوص حديثه أعود إلى بقية التفاصيل إذا أردت أن أنظر إلى هذا النص نظرة أراعي فيها الخصائص الأدبية لهذا النص وزعمنا زعمنا من أفعال القلوب أفعال القلوب الأصل هي سبعة ظن حسب خال زعم علم رأى وجد رأى القلبية وليست الحسية من الرأي ووجد القلبية أيضا وجد الرأي الفلان اعتقد به وجد الرأي صحيحا وليس وجد شيئا على الأرض محسوسا هناك وجد الحسية وهناك وجد القلبية ورأى أيضا هناك رأى الحسية بالعين وهناك رأى القلبية فرأى هنا القلبية ووجد هنا القلبية هذه هي أفعال القلوب الأصلية أحدها زعمة زعمة لا تأتي بمعنى قالة حتى لو جاءت بمعنى قالة فتأتي بمعنى قالة القلبية وليست الحسية قال الحسية باللسان أما قال القلبية بالعقل وقال به فلان قال بهذا الرأي ليس بالألفاظ اعتقده فلان على هذا القول فلان على قول الأشاعر فلان على قول الزيدية على عقيدته من هنا مثلا يأتي في عنوين الكتب الفرق والمقالات المقالات يعني الاعتقادات زعم التي تجدونها في كتب اللغة بمعنى قال بمعنى قال القلبية وليست قال الحسية اللفظية لذلك دائما أقول من دون الإحاطة بأسرار الأدب العربي لا تفهم النصوص وهذا ما تفتقر إليه حوزة النجف وكربلاء مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون أسرار الأدب العربي لأن المنهج الذي يدرس في هذه الحوزة منهج فاشل منهج باطل منهج عاطل وزعمنا يعني واعتقدنا واعتقدنا أفعال القلوب على درجات منها ما هو يقيني منها ما هو ظني منها ما هو شكي بالنتيجة أمور تجري في القلب والعقل لذا تسمى بأفعال القلوب لها دلالتها اللغوية لها دلالتها البلاغية لها أحكامها النحوية أنا لست بصدد التوغل في كل هذه التفاصيل وإنما أقول لكم من أن زعم من أفعال القلوب الحديث عن عقيدة في القلب والعقيدة في القلب توصف بالتصديق ولا توصف بالصدق إذا ما وصفت بالصدق فإنها توصف مجازا لأن الصدق وصف للكلام الحسي بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية قد يكون للذي في القلوب لكن ذلك يحتاج إلى قرينة لأننا حين نقول صدق صدق في ألفاظه في كلامه لكن حينما نقول صدق في قلبه الزيارة من البداية ابتدأت في هذا المقطع بالتصديق زعمنا اعتقدنا وزعمنا أنا لك أولياء أولياء جمع لولي الولي من هو الذي يصدق أولا وبعد ذلك يكون تابعا ومطيعا ومسلما هذا هو الولي المقدمة التصديق زعمنا اعتقدنا والاعتقاد تصديق في القلوب وزعمنا أنا لك أولياء الأولياء هم المصدقون وبعد ذلك يكونون تابعين ومطيعين وليس الذين يخبرون بالكلام والزيارة كما قلت لكم عقد وعهد وزعمنا أنا لك أولياء وماذا بعد ومصدقون وصابرون بحسب كلامه يبدو أنه فهم ومصدقون يعني للزهراء ومصدقون لمحمد وعلي وزعمنا أنا لك أولياء انتهت الجملة هذه الواو هنا بدأت معنا جديدا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه حينما قلنا أولياء فإن أولياء تشتمل على معنى مصدقين بفاطمة مصدقون بمحمد وعلي وزعمنا أنا لك أولياء زعمنا أننا مصدقون وبعد ذلك أصبحنا أولياء كيف لأننا تابعنا وأطعنا وسلمنا لك هذا هو الذي نعتقده هذا معتقدنا ها نحن نجدد عهدنا بك بإقرارنا بهذه العقيدة نحن لا نخبر هنا نحن نقر بهذه العقيدة وأسألك العودة ثم العودة ثم العود إنه العود للإقرار بالعقيدة لا للإخبار بها لا قيمة للعود للإخبار بالعقيدة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإن نسألك إن كنا صدقناك إذا كانت عقيدتنا في تصديقنا لك على أكمل وجه وأنت قد قبلت بها إن كنا صدقناك هذا هو الذي جاء في أول المقطع وزعمنا واعتقدنا وزعمنا أن لك أولياء أن لك مصدقون وتابعون وطائعون ومسلمون هذا هو الذي نعتقده فإنا نسألك إن كنا صدقناك إن كنا اعتقدنا فيك هذه العقيدة إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما فتصديقنا بفاطمة جزاؤه أن تقبل تصديقنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أعتقد أن المعنى واضح جدا قارن بين هذا المعنى وبين الهراء الذي ذكره صباح شبار والذي بعده في السلة نفسها وزعمنا واعتقدنا هذه أفعال القلوب قطعا هناك مجموعة أخرى من أفعال القلوب هناك فهم هناك عرف وعرف عرف وعرف وفهم ودر حتى جبن هي من أفعال القلوب وحزن من الحزن هذه كلها من أفعال القلوب المتفرعة وليست الأصلية الأفعال الأصلية هي سبعة ظن وحسب وخال وزعم وعلم ورأ ووجد رأ القلبية ووجد القلبية وكلها تجتمع في معنى اعتقد لكن علم ليس كظن وحسب ليس كخال وهكذا درجات لكن الأفعال كلها يجمعها جامع هو الاعتقاد ما كان في القلب ما اعتقده العقل ما اعتقده القلب ما عقد في العقل ما عقد في القلب وزعمنا واعتقدنا أن لك أولياء أن لك مصدقون وتابعون وطائعون ومسلمون ومصدقون وصابرون لمن لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فإنا نسألك يا زهراء إن كنا صدقناك إن كنا صدقناك بما عرضنا وأقررنا من عقيدتنا إلا الحقتنا بتصديقنا لهما فتصديقنا بفاطمة يؤدي إلى قبول تصديقنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء نذهب إلى فاطمة